تعالوا نشوف مع بعض شوية حاجات كده من الحاجات الغريبة اللي تأمن عليها في العالم دائما واحد بيكون خايف على أكتر حاجة غالية عنده وبيبقى الآن تضيع منه فبي أمن عليها النهاردة هنقولك مجموعة من أغرب الحاجات اللي الناس أمنت عليها ويعني وفي حاجات هينفع ونحن في حاجات مش هينفع طبعا يعني نادي ريال مدريد أمن على رجلين دايبل باكهم بمائة تمانية وربعين مليون دولار كل الرجل كانت واقفة بحاجة وسبعين مليون كريستيانو رونالدو كمان متأمن على رجلي بمائة وربعين مليون دولار النجمة تايلور سوافت مأمن على رجليها باربعين مليون دولار بس هو رجلين رجلين تفرق كل راحت بيأمن بمعرفين بكونسبت خاص به النجمة العالمية جوليا روبرتس مأمن على ابتسامتها بمبلغ تلاتين مليون دولار المغني الإنجليزي رود ستورت مأمن على صوته بستة مليون دولار عازف الجيتار البريطاني والمؤلف الموسيقي كيت ريتشورد هايوز مأمن على صوابه بثنين مليون دولار كمان عندك مارف هايوز مأمن هو لاعب أستراليا مأمن على شنبو بثلثمائة وسبعين ألف دولار فيه ناقض طعام يعني عارف مهنة ناقض طعام فكر فيلم الفرق الطبخ خلطبيطة بالسلسة فكرة ناقض الطعام ده ناقض طعام شهير في الماجر أمن على لسانه وحسة التذوق بثلثمائة وتلاتة وتسعين ألف دولار في بريطانيا إحدى الفرق الفنية الكوميدية طلبت تعمل بوليس التأمين ضد الموت من الضحك وفيه ممثل كوميدي أمريكي أمن على خف الدم وروح الفكهية بمليون جنيس ترليني وده في 2011 شركة مقاهي عالمية شهيرة أمنت على لسان خبير التذوق اللي بيمتلك أغلى لسان في العالم وكل برعم لسانه متأمن عليه بألف وربمائة دولار كل برعم برعم انت برعم فيه شركة يابانية عملت فكرة للتأمين ضد إنك تكون وحيد يوم عيد الحب وفي كل عيد حب بتبعت لأي حد مأمن على نفسه ضد إنه يكون وحيد ورد والشوكولاتة وكانت فيه كلام حب ولو أعيس حاجات أكتر متاح والله متاح شركة تانية عملت تأمين ضد تغير المشاعر بحيث لو اتنين مخطوبين وقرروا يفركشوا الموضوع قبل الفرح بسانة على الأقل يحاق اليوم الحصول على مبلغ التأمين نروح للدنمارك ممكن تأمين نفسك ضد إنك تاخد مخالفة لأنك ماشي بسرعة زايدة عن السرعة المحددة أو راكن في حتة منوعة لوقوف فيها والموضوع يتعمل من سنتين وتهاجم جدا لأنهم ما شايفين إن ده كده دعوة للناس إنها تخالف قوانين المرور الكلام ده موجود في مصر كمان بيقال بيقال إن عبد الحريم حافظ كان مأمن على حنجرته ب50 ألف جنيه وبيقال إن الفنان إسماعيل ياسين قال في أحد حواراته إنه كان نفسه يأمن على بقه ب20 ألف جنيه ومع أي شرك التأمين تقبل بقى الفنان الرحلة تحي كاريوكا والفنان الرحلة نعيم عاكف كانوا بيحلاموا أيضا يأمنوا على الرجلين بمبلغ 50 ألف جنيه ترجمة نانسي قنقر